ماما؟ أين جاكاتي الأحمر؟ بالخزانة لا موجود فتح عينك ستجده فتحت عيني و لا موجود وإذا أجدته لا موجود يا ماما هذا ماذا؟ كم مرة حدث معنا هكذا؟ جاكات قدام عينينا و لا نجده نظارة فوق رأسنا و ندور عليها تخيل أنك تدور على هذه الحبة حبة خردل ماسترد دعنا نقول وقعت منك بالشارع ستجدها بلاش بالشارع ببيتكم ستجدها؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول يا بنيا إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وهذا هو أول معنى لإسم الله اللطيف اللطيف اللي بيعرف أدق التفاصيل عن كل شيء ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها اتخيلين أوراق الشجر في الغابات كم عددها في الخديف كل ياتها بتتساقط الله بيعرفهم وراء وراء ثاني معنى لإسم الله اللطيف جاي من كلمة اللطف الشيء اللطيف هو الرقيق الحسن الخفيف على النفس المحتجب الخفي تصور إنه في واحد لازق فيك وين ما تروح وانت قاعد جنبك ركبت السيارة جنبك روحت عالدوام راح معك وانت نايم جنبك حتى لو كان ساكت حتى لو كان ساكت وما بيحكي ولا كلمة بعد كم يوم ما سيحدث فيك؟ حل عني يا أخي خنقتني نفس نفس تسع على قلت المغاربة بينما اللطيف فهو معنى طول الوقت شايف كل حركة نعملها سامع كل كلمة نحكيها بيعرف كل فكرة بتخطر ببالنا ومع هك ما بندايق من وجوده أبداً لأنه اللطيف معك في رقة وخفاء وستر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بالتالي اللطيف اللي بيعرف أسرار البيوت متخانئين متصالحين مزنوئين مخبيين فلوسنا تحت البلاطة كل شي كل شي كل شي بيعرف عنا بيحكي ربنا لأمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ثالث معنى لإسم الله اللطيف هو اللي بيوصلنا لرحمته ورزقه بطرق خفية احنا أحياناً ما بنكون مستوعبينها ولا شايفين إنها خير إلا بعد ما نوصل اتخيل معي إنك بدك تروح شغلك مستعجل السيارة خربانة والطريق زحمة ومتوقف التكسي طلعت مع عمه أبو محمود سواق شاطر كتير وحافظ المنطقة كلها قام عمه أبو محمود دخل حواري وقعدي لفلف بشوارع أنت بحياتك ما أشوفتها قمت أنت توترت وتعصبت يا عمي وين موديني هلا؟ ليش ما روحتش من الطريق العام؟ هلا حتأخر هوب لقيت حالك قدام شغلك وعالوقت تمام ولله المثل الأعلى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هلا لو إنك بتعرف من الأول إن أبو محمود سواق شاطر كان استنتعت بالرحلة كان ممكن أصلا مريت وأخدتوا سندوشات فلافل كمان برأيكم كيف ممكن تتغير حياتنا بعد ما نعرف اسم الله اللطيف؟